ما بهم أداي ممكن يصير فيه صلام إلهنا هو إله القوة والقدرة ما بهم أداي الأزمين رح تكون آسوا فيها تحدي إلهنا رح يعطينا الانتصار النهائي ما بهم أداي القوات القوية والأديرة بتهجمنا وبتعمل ضدنا نحن بالنهاية رح نربح ما بهم أداي هن يمكن يضطهدونا نحن منتصرين باسم يسوع بالعزة الأخيرة نحن شفنا كيف بسبب عصيان آدم وحوى للرب هن فأدوا كون المواطنين بمدينة الله بجنة عدن وهن كان لازم يعيشوا بالخارش بمدينة البشر هالبشريتين بتدت تنخلق ابتداء من هاللحظة من لحظة عصيانهم والله كان الشخص يلي خلق الخط الفاصل بتكوين الإصحاح 3 لأي 15 لما تكلم عن نسل المرأة مقابل نسل الحية هالأمور هي كلها رمزية الأشخاص يلي هن من نسل المرأة بيطبعوا نسل المرأة الرب يسوع المسيح الأشخاص يلي هن من نسل الحية والأشخاص يلي رفضوا الإله الوحيد الحقيقي باي ربنا يسوع المسيح ما تنسى عبداً أنه الله هو يلي وضع الحد الفاصل ما كان الإنسان بل الله بشرية واحدة كانت ممثلة بقيين يلي تمرد على الله وحتى رح لأبعد من مجرد أن يعيش خارج مدينة الله أو جنة عدن لحتى يبني مدينته الخاصة هو رح على أرض اللمكين وهو بني مدينة بعصيان ضد الله وهالمدينة كملت مع نسله لامك لامك كان رجل عنيف وهو كان يفتخر بعنفه وبسفكه للدم لكن بشكر الرب أنه كان من نسله رجل اسمه أخ نوخ هو سار مع الرب وهو خاف الرب هالحد الفاصل صار حتى أوضح من بعض الفيضان لما الله خلص نوح وعيلته من الفيضان بالفلك اليوم أنا بدي فرشيك كيف بالعهد القديم وبالعهد الجديد بابل عندها أو تمتلك مكان رمزي جداً مهم بابل صارت عم بتمثل مدينة البشر والروشاليم الأرضية صارت عم بتمثل مدينة الله ولها السبب لما إسرائيل أخطأوا أنا رح يرجع لهالأمر بعد دقيقة لما إسرائيل أخطأوا تجاه الله وهن بقيوا عم بيعملوا خطيئة تجاه الله هن بقيوا عم يتمردوا على الله من بعد ما نبي بعد نبي حاولوا يردون بقيوا عم يتحدوا الله الله من بين كل الناس يلي على الأرض اختار ملك بابل حتى يجي ويحكم على شعبه الخاص إسرائيل ويهاجم مدينة الله مدينة البشر بابل عم بتهاجم مدينة الله وروشاليم بابل هي رمز لكل شعب كل سقافة بتعارض الله وروشاليم هي رمز لكل مدينة وكل سقافة كل مجتمع بيحب الله افتح معي أرجوك على الإصحاحين 10-11 من تكوين هلأ هون أنا رح فرجيك كيف مدينة البشر يلي أسسها قيين هي تقدمت بالاتجاه نزولاً إلى الأسفل الشر ما بيوقف أبداً جامد إذا أنت بتسمح بالشر بحياتك أو الشر ببيتك أو إذا أنت بتسمح بوجوده بكنيستك أنت بتسمح بوجود الشر بالمجتمع الشر ما رح يوقف جامد هو رح يضال يتجه للأسفل ولا الأسفل ولا الأسفل ولا الأسفل قيين راح وبني مدينة حتى يهرب من الله هلأ رح نشوف نمرود عم يبني مدينة حتى يتحدى الله نحن شفنا كيف نوح المبشر بالصلاح كان عبين يشهد الناس رجعوا لأله رجعوا لأله خلصوا من الفيضان الآتي خلصوا من الفيضان الآتي هن استهزقوا فيه هن نفروا منه هن ضحكوا عليه لكن من بعدها الله أخذوا هو وعيلته على داخل الفلك وخلصهم هو كان عنده ثلاث أبناء ثلاث أبناء من بعد الفيضان هن خرجوا وأسماءهم كانت سام حام ويافث والله قال لهم أنه يملأوا الأرض حام أخطأ اتجاه بيو إذن هو حصل على لعنة واللعنة كملت على نسله مثل ما أنا رح فرجيك بعد دقيقة لكن من بعدها سام كان عنده احترام لبيو هو كرم بيو وهو حصل على بركة وهالبركة كملت من جيل لجيل على نسله نسل حام كان كنعان كنعان كان عايش بمدينة البشر نسله كان نمرود نمرود يلي وصل تمرد على الله لمستوى جديد من التدني سلوك نمرود قريب كتير من سلوك عدد كبير من الأشخاص بسقفتنا اليوم من ضمنهم البعض من قادتنا مين هو هالالله يلي بقلنا شو نعمل شو هن هالا مطلقات الأخليقية هي من وين اجت ونحنا ما منحبهم نحنا منقدر نوضع قوانين تخرجوا من مجتمعنا نحنا منقدر نسكت كل أتباعه حتى ما يخلونا نشعر بالذنب بسبب لذتنا المنحرفة نمرود متل اكتار بمجتمعنا اليوم عدد كبير من قادتنا اليوم بدل ما يعترف بخطيته وبنتائج الخطية واللعنة الخطية ويرجع لالله هو بدل هالأمر بني بابل مدينة وقفت بتحدي لالله هيدا هو تحديدا يلي صار هلأ اليوم بدل ما نعرف وننحنى ديم الله بي ربنا يسوع المسيح بامتنان على كل بركاته وحتى على المجتمع الغربي نحن منحنى قدام الأمور يلي هي سياسيا صح نحن منحنى قدام المادية نحن منحنى قدام فكرنا ونحن منحنى قدام التعددية بدل ما نعمل قرارات وقوانين حكيمة نحن عم نعطي السعالب مفتيح لحتى يخربوا بيوتنا تكوين 10-8-12 وتكوين 11-1-9 انت بتشوف بداية يلي نحن عم نشوفه هلأ بنهاية الأزمنة انت شايف انه مثل البداية النهاية رح تكون كتير مشابهة وبنفس المكان الجغرافي كمان يلي هو الشرق الأوسط نمرود قرر يبني مدينة بابل مدينة بتعارض الله الحقيقة يلي خلص أجداده من الطوفان ذكريات قصيرة المدى تركيز لوقت قليل الأمر منه فقط بزمن الحديث هو صارهنيك الآية 4 من الإصحاح 11 بهالمدينة هن كان بدن يبنوا برج وهل برج بطريقة ما يكون متصل بالسماء خليني اشرح لك كلمة بابل بابل هي الكلمة العبرية لبابيلون باب إيل باب هي نفس الكلمة مترشمة من العبرية العربية والقرامية هي بتعني باب إيل انت بتعرف مين هو إيل عم نوئيل الله باب لالله يلي هني بالدنيا هو انه يخلقوا باب خلف لالله هني كان بدن يجوا عند الله بطريقتن الخاصة هني كان بدن يوصلوا لالله بطريقتن الخاصة هني كانوا عبيبنوا حضارة ما بتجعل من إله أباء أمر قديم وملغة فقط لكن هني عبيبنوا حضارة بتعارض إليه أباء ما تغفل عني اللي رحل لك ايه من هاللحظة بالتاريخ بابل صارت عم تحتل مكان كتير مهم بكل الكتاب المقدس بالواقع أنا بعتقد أنه من غير الممكن تبالغ بشرح رمزية أو المعنى الرمزي لبابل بالكلمة من تكوين للرؤية الإصحاح 21 بابل هي رمز العيش للذات بعداوة مع الله لأن الزات رح تكون دايماً بعداوة مع الله خليني أثبت لك هالأمر لما داينولة الله تمت على إسرائيل سنة بعد سنة 200 سنة من بعد ما هني رفضوا الله مين الله اختار كأداة للحكم من بين كل الشعوب على الأرض هو استخدم البابليين شو كانت ديانة الملك نبو خز نصر من بابل عبادة الزات هو كان رجل متعجرف نرجسي بيعبد زاته عزيزي اسمعني نحن محاطين من كل الجهات برجال ونساء نرجسيين بيعبدوا زاتهم مين بيوافق على الأمر هو كان بده أنه الكل ينحنوا ويعبدوا الصورة يلي صنعها على نفسه ما في عجب أنه بابل وصلت حتى تكون عم تمثل مش فقط العداوة مع الله الإله الحقيقي الوحيد لكن كمان ديانة عبادة الزات أنت مدرك نحن وين موقعنا كسقاف اليوم؟ أنت قادر تشوفها الأمر؟ قبل ما أنا نجرف خلينا أعطيك ثلاث خصائص لبابل الأصلية هي مكررة اليوم ببابل حديثة يلي هي مرسخة بشكل كبير بالمجتمع الغربي اليوم؟ تلات خصائص أولاً هي كانت مدينة بدون الله الحقيقي الوحيد تانياً هي كانت مدينة عم تسرق من مجد الله وتعطيه لنفسه وتالتاً هي كانت مدينة مكرسة لعبادة الزات مدينة بدون الله الوحيد الحقيقي طلع على أوروبا اليوم قارة نبذت الرب يسوع المسيح ونبذت الإيمان المسيحي الحقيقي من بعد خمسمائة سنة على الإصلاح البروتستانتي هن نبذوا الإيمان المسيحي لكن اللي عم بيصير كنتيجة لهالأمر هو أنهم عم بعيشوا برعب وبخوف الرعب والخوف أن دايماً نتيجة رفض الله الوحيد الحقيقي بينما سكان أوروبا المسلمين عم بيضاعف عددهم كل ثمان سنين عدد سكان أوروبا عم بيضاقل أحبائي أي مدينة أي سقافة أي مجتمع بيترك الله الوحيد الحقيقي بالخارج أي حكومة بتجعل إله الكتاب المقدس بي ربنا يسوع المسيح وأحكامه المطلقة ممنوعة أي شعب بيرفض الرب والمخلص الوحيد الرب يسوع المسيح هن رح ينتهي أمرهم بأن يكون عنده نفس المصير مثل ما نحن شفنا سكان بابل بعمل إرادة بيرفضوا الله الوحيد الحقيقي إلي أباؤن هن انتهى أمرهم بأنه يبنوا مش فقط مدينة لكن برج داخل هالمدينة وهو كان مخصص لعبادة السحر وكلما عبادة الزيت هيدا التركيز على الزيت هيدا يصير النتيجة الوحيدة رح تكون الخوف والرعب ولها السبب الكتاب المقدس بيتكلم عن سر بابل شو هو سر بابل هيدا سمع بانتباه هو كل بيت هو أي جماعة هو أي طايفة هو أي مدينة هو أي حضارة هو أي دولة بترفض المطلقات الأخلاقية يلي بيعطيها الله وتبتدي تعيش بحسب غرائزها والأخلاق يلي اخترعتها هيدا هو سر بابل من تكوين 11 للرؤية بابل بتصير مرالف لرفض إليه الكتاب المقدس إذن أنا عندي سؤال لك شو هي الرسالة يلي الله عم بيعطيها لشعبه إسرائيل ما تنسى أبدا أنه هن كانوا حدقة عينه يلي خلصوا من عبودية مصر هو كان يحب إسرائيل لكن أي وسيلة استخدم حتى ييدينهم على خطيتهم وتمردهم البابليين كانوا وسيلة دينونته من كل شعوب الأرض كأنه هو عم بيقول لشعبه الخاص إسرائيل لما أنت يا شعبي يلي كان لازم تعرف أفضل من هيك رفضتني الله الوحيد الحقيقي إلهك أنت أسوأ من البابليين على فكرة كل الآلهة الوسانية يلي كانت بمصر ورومة وأثينا والهند كل هالآلهة الوسانية هي اجت من بابل هالمبشرين البابليين كانوا يجولوا حول العالم ويبشروا بإنجيلهم يلي هو ضد الله هن كان بدون مدينة بدون ما يكون الله موجود بمدينتهم تانية هن كان بدون يسرقوا مجد الله فكر بالأمر التالي إذا هن فعلا كان بدون يبنوا حسيا برج بيوصل على السماء ما كانوا توجهوا للجبل حتى يحصلوا على بعض الارتفاع مش بالوادي هن كان عب يبنوا بالوادي لا 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 هالأمر كان طريقة رمزية حتى يقول إنه هن كان بدون يعبدوا نجوم هن كان بدون يعرفوا شو نجوم عم بتقلن إلن شخصيا هن كان بدون وهن كانوا مركزين على نفسهم هالأد لدرجة إنه نفكروا إنه نجوم تقدر تتكلم معن على رأس هالبرج كان في مكان مخصص للأبراج علم التنجيم مبني على الأبراج علم التنجيم خرج من بابل علم التنجيم متعلق بعبادة الزيت في نهضة للأبراج البابلية عم بتصير بسقفتنا اليوم في ملايين وملايين وملايين من الناس بالولايات المتحدة وبأوروبا بعيشوا بحسب علمات الأبراج لما شعب الله كانوا موجودين بمصر لأربعمائة سنة وهن خرجوا من مصر مفديين من الرب لما خرجوا على صحراء صينة كانوا غرقانين بها الأمور بشكل قوي كتير ولهالسبب الله قال لهم مرة بعد مرة بعد مرة لويين تستعاش واحدة وثلاثين تثني الاشتراع تمنتعاش أنه هن ما لازم يعبدوا الأبراج ليه؟ لأن الأبراج هي جبهة لأبليس هلأ إن كان معظم الناس فعلاً بيعرفوا هالأمر أولى يلي هن عم بيعملوه هو أنهم عم بعيشوا بحسب الأبراج وبحسب النجوم هن فعلياً بيكونوا عم بيعبثوا بأمر هو شيطاني بابل كانوا عم بيسرقوا مجد الله ويعطو لذاتهم لكن بالحقيقة هن ما كانوا عم بيعطو لذاتهم هن كانوا عم بيسلموا لأبليس بابل هي رمز لأي مجتمع بيرفض الله الوحيد الحقيقي بابل هي المجتمع أي مجتمع بيسرق مجد الله وتالتاً بابل هي أي مجتمع في رجل هو الممجد ومش الله شايف الكتاب المعدس بيقول أنه البابليين عملوا مجمع هن جلسوا مع بعضهم وهن اجتمعوا هن تناقشوا بهالأمر خلينا نبني مدينة مع برج لعبادة نجوم لاي طلع للأي أربع من الإصحاح 11 يبتقلك تحديداً لاي لنصنع لأنفسنا إسماً أرجوك فهم أن الحفاظ على الزيت هي عطية الله للبشرية حتى تستمر تماماً مثل كل باقي العطايا اللي الله بيعطينا إياها الله عطانا عطية الخوف لاي حتى نحن نخاف الله لكن بدل هالأمر إبليس حرفها وجعلنا نخاف منه ومن الأشخاص الأشرار عطية اللزة اللزة هي فكرة الله مش فكرة الإنسان لكن إبليس حرفها شايف؟ وهون حتى عطية البقاء هو شوها من جديد وجعل عبادة للذات إله الزيت اشتاح عدد كبير من الكنيس هالأمر بيجعلنا إبكي تسمع لبعض المبشرين الممتعين تسمع لهم بكثير من الانتباه الأمر هو أنا 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 تسمع لبعض من الموسيقى المسلية ببعض الكنيس كونوا على حذر أصدقائي الأحبة من إله الزيت كونوا على حذر المؤمنين يلي بتعرفوا الرب يسوع كونوا على حذر من إله الزيت بتعرف ليه؟ لأنه هو إله كتير حازق لأنه هو بيسكن بطريقة كتير سهلة لأنه هو بيصير منطقي بطريقة كتير سهلة لأنه هو ممكن يتفسر بطريقة كتير سهلة أنا عندي حاجات ليه أنا عم بحذرك ضد إله الزيت هيدا إله البابليين هيدا من أنه يرجع ينهض اليوم ليه أنا عم بحذرك أنا بحذر نفسي بشكل منتظم صدقني لأنه الله هو إله غيور نحنا مننسى هالأمر خلال الانشغال بحياتنا نحنا مننسى أنه إلهنا هو إله غيور الله هو غيور وهو ما بيستهين ب لما عروسته تتجه صوب الخيانة وعدم الأمانة أكتر من الزوج يلي بينجرح بالعمق لما الزوجة تتجه صوب الخيانة وإنعدام الأمانة والزنا الله ما بحب يكون عنده منافسين لما بيتعلق الأمر بعروسته الله ما بحب ينوضع على جنب حتى إذا إحنا منقدر نعمل الأمر المنطقي براسنا عزيزي عوائب المحبة يلي منى بمكانة عوائب العبادة يلي منى بمكانة عوائب التقوى يلي منى بمكانة ما رح تعطي غير الخوف والرعب والألأ وعدم الارتياح الكتاب المقدس بيقول أنه لما البابليين اجتمع هو قرروا يكملوا بطريقهم مش بطريق الله بطريقنا الله السلوس الأقدس اجتمع وقال هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم البابليين اجتمعوا حتى يتخطوا الله السلوس الأقدس اجتمع كمان وقرر أنه صار الوقت حتى يجعلهم يظهروا كأنهم أغبياء عم بيهزوا هالأمر منه موجود بالكتاب المقدس لكن تعرف شو بقصد نحن عم نتكلم عن شخص عم بيهزي هالأمر اجا من هون البابليين اجتمعوا حتى يسرقوا مجد الله السلوس الأقدس اجتمع حتى يبلبلهم ويخلي الضياعة يكون مصيرهم الأي سبعة الله قال هلو ما ننزل ونبلبل هناك لسانهم مين نحن ننزل السلوس الأقدس الله يباركك الآب الإبن الروح القدس إليه واحد منذ الأزل رح يستنتج بيوم من الأيام أنه هالأد بيكفي كون أكيد من هالأمر الله سلوس الأقدس دايما رح يسود الله السلوس الأقدس دايما رح يربح الله السلوس الأقدس دايما رح يكون إله الكلمة الأخيرة الله السلوس الأقدس دايما رح يكون عنده الغلبة آمين كثير منكم رح يشهد لوائع أنه نحن ما شفنا أبدا ضلال أكتر مما نحن عم نشوفه بيومنا لما الأولاد يشهدوا بيرحم أمهاتهم لكن شجرة بتتقدس هيدا ضلال أنا ما بدي أتركك بدون باقي القصة حرفيا أنه الله رح يكون عنده الكلمة الأخيرة أنه هن يمكن يفكروا أنهم بيقدروا يكملوا بدون الله لكن الله رح ينزل حتى يدينهم جيلنا بيقول هلأ علمنا رح يخلصنا والله بيقول علمكم بيظهر كأنه بصرة على وجه البشرية وهن يمكن يقولوا سروتنا رح تخلصنا الله بيقول أنتوا كلكن تظهروا كانكن نمل من هون كل تقدير الزيت هيدا وكل هالصورة عن الزيت هيدا هي مثل الغبار بالنسبة لأ الله إذن خليني أعطيك كلمة للشخص الأمين ما بيهم أداي ممكن يصير فيه ظلام إلهنا هو إله القوة والقدرة ما بيهم أداي الأزم رح تكون قاسي وفيها تحدي إلهنا رح يعطينا الانتصار النهائي ما بيهم أداي القوات القوية والأديرة بتهجمنا وبتعمل ضدنا وهن بيستخدموا قدرتهم وبيستخدموا قوتهم ضدنا نحنا بالنهاية رح نربح ما بيهم أداي هن يمكن يضطهدونا نحنا على الجانب الربحان ما بيهم أداي هن بيسخروا منا مش مهم حسبوه كله فرح نحنا منتصرين بسم يسور شكرا